موسيقى الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق نشرة رئيسة لأهم الأنباء أهلا بكم نبدأها بأهم ما فيها موسيقى لحظ نقاط المباراة الثلاث منتخبنا الوطني يؤكد جاهزيته ضد الأخضر السعودي وكاساس يرفع شعار الفوز موسيقى تخفيف الزخم المروري في بغداد أولوية السلطات تعيد فتح المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات موسيقى ومن دون الاتفاق على حصة كردستان الحكومة تنجز موازنة العام الحالي وتعتزم إرسالها إلى البرلمان موسيقى أهلا من جديد البداية من آخر مستجدات بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة إذ أنهى منتخبنا الوطن استعداداته لمواجهة نظيره السعودي لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي وسط أجواء إيجابية سادت التدريبات الأخيرة في المدينة الرياضية ووسط حضور جماهيري لافت حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره الكويتي بهدفين نظيفين كما واصل المنتخب البحريني رحلة الدفاع عن اللقب بفوز مهم على نظيره الإمارات بهدفين لهدف في أولى مباريات فرق المجموعة الثانية للبطولة والتي تحتضنها البصرة الفيحة بدوره أكد مدرب منتخبنا الوطني خوسيس كاساس أن هناك تغييرا على المستوى الفني للفريق وهذا ما كان واضحا في المباراة الأولى مؤكدا رغبة المنتخب الفوز بالبطولة ولفت الانتباه إلى أن عدم الفوز لا يعتبر خطأا وأضاف أن الطريق طويل والتطور سيأتي يوما بعد يوم أكيد شيء مبهر وشيء جميل لكن ليس إكباري نحن نرغب في الفوز وعندنا الرغبة في الفوز لكن الذي في الفوز وفي الفوز لا يعتبر يظن أن عدم الفوز كمصيبة أو أزمة لا هو غلطان إلى ذلك أشهد رئيس الفرلمان محمد الحلبوسي بالكوادر العاملة على مدار اليوم في منفذ سفوان خلال زيارة أجرها للمنفذ من أجل الاطلاع على انسيابية وتسهيل دخول الوافدين وأذكر بيان لمكتب رئيس الفرلمان أن الحلبوسي زار منفذ سفوان للاطلاع على انسيابية وتسهيل دخول الوافدين من الدول العربية الخليجية المشاركة في بطولة خليجي 25 ورافق الحلبوسي أثناء الزيارة محافظ البصرة أسعد العهداني ومدير المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تزينت مدينة الفلوجة بأعلام دول الخليج احتفاء بذلك العرس الكروي الكبير فقد وصفت الجماهير الأنبارية ذلك الافتتاح المبهر بأنه يليق بتاريخ العراق وحضارته وبعد غياب لأكثر من 40 عاما أكدت الجماهير أن افتتاح بطولات خليجي 25 بالبصرة هو بمثابة رسالة إلى دول العالم أجمع بأن العراق قادرون على استضافة جميع البطولات الدولية والعالمية بعد القطاع دام أكثر من 40 عاما عادت البطولة الخليجية بنسختها 25 إلى العراق وهذا دل دل يدل على أن العراق بلد جاهز من الأمن والأمان والاستقرار وهذا يدل بأن لدينا كافة المهيئات لهذه البطولات كخليجي 25 وبعدها سنتمنى أن تكون بطولة آسيا غرب آسيا وأمم آسيا وغيرها من البطولات والله شكت اليوم فرحة عظيمة للشعب العراقي على هذه الافتتاحية الجميلة اللي افتتحها مع دينة البصرة خليجي 25 بصرة وإن شاء الله افتتاحية جميلة والعراقي يستحق هذه الافتتاحية الجميلة وإن شاء الله دائما يكون فرحة العراقيين والشعب العراقي وكلها بضيوف الشعب الخليج بوطنهم والعراق أما الآن ينظم إلينا مراسلانا من مدينة البصرة علي عبد الكريم وخالي السلامة أهلا بك خالد نبدأ معك لتضعنا في أجواء اليوم الثالث لانطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة لو سمحت أهلا وسهلا بك زميلة أهلا بك ومشاهدي قناة الفلوجة الكرام بصراحة الأجواء مفرحة في عموم محافظة البصرة حتى هذه اللحظة كما تشاهدين نحن حاليا على كورنيش شط العرب والكثير من المواطنين يتجولون ومن ضمنهم الضيوف الخليجيين أيضا يعني مناظر بصراحة مبهجة نجد أنه يعني اليوم حتى الضيوف الخليجيين الضيوف من المحافظات الأخرى هم يتجولون يعني براحتهم قبل قليل محافظة البصرة أعطانا تصريح خاص بأن عدد زائرين حتى هذه اللحظة لمحافظة البصرة خلال العشرة أيام السابقة ولليوم هو تقريبا بلغ أكثر من 31 ألف زائر جاءوا إلى محافظة البصرة تقريبا يشكل عدد كبير منهم ضيوف خليجيين النقطة الأخرى أيضا الذي يشيد فيها اليوم أبناء البصرة الجهود المكثفة لسيد رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي ومحافظة البصرة والجهود التي كانت خاصة لديهم يوم أمس في الإشراف على دخول الضيوف الخليجيين هذه الرسالة بعثوها لنا الضيوف الخليجيين خلال لقاءاتنا معهم يقدمون الشكر على هذه الجهود التي قدموها وأيضا جهودهم الحديثة لإعادة الوفد الرياضي الكويتي إلى محافظة البصرة زميلتي العزيزة إذا يسمح الوقت لدي ضيف من محافظة الأنبار يود أن يشاركنا في نشرة الفلوجة نعم 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 السلام عليكم اللي يوم بين أهلك وناسك ومحافظتك البصرة ومن الأمراك واحد إن شاء الله اليوم الأجواء نريدك تحكينه علاك جداً رائع يعني ما جاءت خيل أن هذه الأجواء البصرة يعني أجواء يعني نتعبر عن أخوة الشعب العراقي مع قوتنا الخلايا يعجة يعني أجواء كانت حيل رائعة ونتمنى أن تكون هاي فاتحة خير لرفع الحظر عن العراق لأن العراق شعب يحب الحياة شعب متسامح شعب يحب أخوته الخليجيين وأتأ tollان الله أن تكون فاتحة خير لرفع الحظر وعادة رفع الحظر عن العراق وعادة الأمور كما هي ونستقبل بطولات أكبر منها وهي بطولة كأس آسيا إن شاء الله وكان الفتاح جدا رائع يظاهي فتاح كأس العالم وأنا من الأنبار وأشكر أهل البصر على حسن الضيافة أهل عزوبية معنا الكلمة بيانت لحمتهم على الوطن إن كأخوة واحد في وطن واحد إن شاء الله إن شاء الله هذه فرصة خالد أستميحك عذرا فقط لننتقل وربما سنعود إليك في وقت لاحق فقط لننتقل إلى مراسلنا كذلك من مدينة البصرة من محافظة البصرة الفيحاء علي عبد الكريم وضيفهم من هناك تفضل علي نعم أهلا بك جميلتي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية قبل الحديث عن كل شيء نرحب بالكابتن باسل جولكيس اللاعب الدولي السابق أهلا بك كابتن أهلا وسهلا بك أستاذ حكثنا اليوم عن الأجواء في محافظة البصرة منذ وصولك لغاية اللحظة يعني تعرف أنت الأجواء اللي كده ننتظرها من مدة طويلة شكرا لكل الجهود اللي بذلت شكرا لأخواني الخليجين اللي كان لهم دور كبير لإقامة البطولة في البصرة أجواء رائعة شوف الإعلاميين شوف جميع الشخصيات الرياضية الإعلامية متواجدة في البصرة في كل الأماكن في البصرة بصرة الأمان بصرة الخير فهذا هدف له أنه كرة قدم هي رسالة سلام ومحبة نرسلها من أرض البصرة لجميع أنحاء العالمين نحن نشوف انتهاء الجولة الأولى كان هناك نجاح كبير أيضا المنظمين يتحدثون عن مفاجآت ربما تكون في الجولات القادمة أيضا يعني فنيا تحدث عن الجولات القادمة شون راح تشوف تتوقعها يعني هي كل البطولات الببارات الأولى تكون حساسة جدا فتظهر الأمكانيات الفنية بالمبارات الثانية أكثر وأكثر يعني اللاعبين يستقرون الكادر الفني يستقرون حتى الإداريين يستقرون أكثر وتعرف كرة القدم حلاوتها مثل ما يقول هي بالمفاجآت فإن شاء الله راح نشوف مبارات عالي المستوى وبيها مفاجآت كبيرة وهي هاي تحلي البطولة أكثر البعض تحدث أن هذه البطولة ربما هي الأفضل في تاريخ البطولات الخليجية في ظل حضور جماهيري كبير ونشوف أعداد من الإعلاميين والصحفين من كل دول العالم اليوم موجودة ربما لم تسبق بطولات الخليجية يعني هي من بداية افتتاحية البطولة اللي شفتها يعني افتتاحية رايعة جدا كانت يعني كلنا انبهرنا بهذا الافتتاح وهذا اللي هدفنا كان أنه نرسل هيها كلها رسائل أنه إيجابية لجميع أنحاء العالم أنه العراق بخير أنه العراق آمن أنه العراق يحب الكرة يحب الحياة فهي هاي الرسائل هي هاي كرة القدم الرسالة الحقيقية لها الحمد لله الأمور دت تمشي بأحسن الأحوال وإن شاء الله تستمر هذا إلى نهاية البطولة شكرا تحياتي شكرا تحياتي شكرا أيضا يعني بالحديث أكثر عن الأجواء هنا أجواء إيجابية اليوم لا يوجد لعبات بالتالي هناك ارتياح هناك أيضا عادة لبعض الخطاط بما يخص التنظيم أيضا قبل قليل الكابتن عدنان درجال تحدث عن خطة جديدة للتنظيم في المباريات القادمة بدءا من مباريات يوم غد سيكون بيع البطائق ألكترونيا حصرا بالتنسيق مع الشركة أمريكية ستتكفل بهذا الموضوع ربما تم التأشير إلى بعض السلبيات البسيطة التي على هذه المباريات الأولى سيتم تلافي كل الأخطاء سيتم تلافي كل الأخطاء في المباريات القادمة ويضا تحدث ستكون هناك مفاجآت كبيرة خلال الجولات القادمة ويضا سيكون هناك حفل كبير ربما أفضل من حفل الافتتاح في المباريات الختامية إذا عدنا وقت ممكن ناخذ عدد أكبر من الجمهور وأيضا من المنظمين الإداريين أعتبر منك ربما في نشراتنا اللاحقة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قناة فلوجة الحبيبة بتلافين ثانية تفضل تفضل إشتاءات حديثنا اليوم على الأجواء والإجراءات الأجواء كلش حلوة طبيعية بطوة خليج بصرة طيبة وإحنا بس أكو شغلة واحدة لازم نحكيها أنتو الإعلام أنتو قلانة فلوجة نتمنين الرموز الخليجي اللي شاركوا القدماء بصرة البصرة حادي أحمد على أحمد العحيم كريم احنا معاصريهم وجلي حنون حديث اليوم عن الأجواء الإيجابية إيجابية لا لا إيجابية كلش حلوة بس إحنا نحكي ما يخاف عن الرموز هذاله رموز اللي طالبوا هم الخليج قالوا والنجوم النجوم اللي شاركوا أحمد راضي الله يرحمها نظم شاكل ما دعوا ما دعوا ما دعوا ما دعوا هم ويجيبون حبيبي حبيبي إحنا رياضيين نعرف غير يطالبون أحمد راضي الاسطورة يقولون هذا ما نظم شاكل أنا أذكر عمري 13 سنة خالد البحراني الله يرحمها خلا أفهم لك صورة الرياضة شنو الرياض لا ما يخاف ما يخاف ما حلوهاي خالد الحلواني قالوا ما في نمرأة أربعة ما في العربيد ما يلعب نظم نظم ما يلعب لعبه ما نظم ما لعب خسره ربما هذه مقابة مهمة لرمال نجاحة نجاحة البطولة حتى يعني اختتامها حياتنا البطل شكرا جزيلا عم زميلتي يعني شكرا جزيلا لك كما شاهدتي هذه هي آراء المتواجدين هنا نعم بالتأكيد شكرا جزيلا لك علي عبد الكريم كذلك خالص سلام شكرا لكم شهدت المطاعم العراقية التقليدية في محافظة البصرة إقبالا واسعا من قبل الجمهور الخليجي الوافد تفاصيل أوفا في التقرير الآتي تشهد مطاعم البصرة التي تشتهر بتقديم الأطعمة العراقية التقليدية إقبالا كبيرا من الجماهير الخليجية التي تقول أنها رأت المدينة بشكل جميل جدا عكس ما كانت تسمعه عبر الفضاء الرقمي هو اليوم أن أجي لي في البصرة بس ما شاء الله المطاعم متنوئة وكلها جميل جدا لم يكن كل واحد يحضنك على قولته ويحطك في عينها كل شيء ذوق المطبخ العراقي حيح الدولمة المشويات المسكوف كلها حلوة ما شاء الله المجهة الأخرى للجمهور الخليجي في البصرة كان شط العرب حيث يتجمع المئات للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي يزينها النخيل الباسيقات والله من دخلنا وحنا مستنسي للأمانة هذا حنا على الشاط ومرنا أكلنا قبل شوي وصلنا هنا شوارع والأمن والله صراحة يعني اللي سمعناه شيء واللي شفناه شيء ثاني بكل أمانة فالبصرة عن آخر مرة شفتها صراحة متغيرة جدا ومتطورة أكثر من آخر مرة شفتها يعني ثلاثين سنة تقريبا عمر صراحة يعني الشيء زين أن البطولة صارت بالبصرة كرم الضيافة كان السمة البارزة في حديث الجمهور الخليجي الذي أبدأ أعجابها الشديد بطريقة تحضير الشاي العراقي طبعا الختامية عند الشاي العراقي اللي هو شاي الزعيم تعتبر هذه أول زيارة لنا داقل الكويت داقل العراق وإن شاء الله هنا تكون زيارات مستمرة على طول كرم اللي شفناه لحد الآن كل ستان نوقف نبنشتري شيء يا راعي البصرة ما يخلينا ندفع أو الشواب اللي حولينا قاعد يدفعون عنه فمشكورين جدا 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 يا أهل البصرة أجواء ابتهاج تعم الشوارع البصرية لوجود الأشقاء العرب فيما رسائل الجمهور العربي كانت تتحدث عن مدى الأمان وحفاوة الاستقبال خالد السلامة لقناة الفلوجة المصر تحدث خبراء في ملف الطرق والجسور عن أسباب عديدة تقف خلف الزحامات المرورية بالبلاد وقال الخبراء أن السبب الأبرز هو تزايد أعداد المركبات بعد العام 2003 إلى الضعفين لا سيما أن الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة مئتا ألف مركبة فقط فضلا عن عدم وجود أماكن نظامية لوقوف المركبات في أغلب المناطق إضافة إلى العشوائية الكبيرة في ملف النقل العام والخاص فضلا عن كثرة السيطرات الثابتة والمؤقتة وخروج كثيرا من الجسور والشوارع الرئيسية عن الخدمة لأسباب أمنية كما بيّن الخبراء أن كثرة المطبات في بعض الطرق أسهمت في زيادة الزحامات ولفت الانتباه إلى أن حسم ذلك الملف سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في عموم البلاد بدورها أعلنت مديرية المرور العامة فتح مداخل ومخارج المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء وأكدت المديرية في بيان لها فتح مداخل المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات وهي مداخل ومخارج نفق الزيتون باتجاه الخضراء بالإضافة إلى ساحة دمشق في منطقة العلاوي باتجاه الجسر المعلق في منطقة الحارثية في خطوة لفك الاختناقات المرورية في بغداد العاصمة دائرة البلدية وبالتعاون مع دائرة المرور والقوات الأمنية تشرع برفع سيطرات رئيسية تفاصيل أوفى في التقرير الآتي لم يتبقى سوى هذه الإشارات التحذيرية الموضوعة عند مدخل جسر ذطبقين بعد رفعة السيطرات الأمنية الموضوعة في هذا الطريق لعدة سنوات ترفع دوائر البلدية آخر ما تبقى من سيطرتي الجادرية وذي الطابقين خضوعا لمتطلبات فك الاختناقات المرورية وتنفيذا لتوجيهات حكومية برفع السيطرات وإعادة افتتاح الشوارع المغلقة في بغداد قامت كوادرنا برفع سيطرة جادرية وسيطرة جسر الطابقين وقص كافة الأشجار والتنظيف وغسل توجيه كافة رفع الصبات الكونكوريتية للشوارع المغلقة والسيطرات الله العظيم قرار صائب ومكانه يشهد الله على العالم كل يش رح ترتاح يعني رح تطرقنا سيارتين دخول المنتسبون غادروا مواضعهم في تلك النقاط العسكرية التي تحولت إلى مرابطات ثابتة بذلك تكون أجهزة الأمن المكلفة بحماية المدينة قد خلعت اللباس العسكري وارتدت زيا مدنيا للتعامل مع المعلومات الاستخبارية ومنظومة الكاميرات المتطورة في خطوة لتقليل مظاهر عسكرة المدن هي المعركة معركة الاستخبارات ليس معركة قطاعات ماسكة ولا معركة رجل ولا رجل معركة معلومات فبالتالي أعتقد اليوم القيادة العراقية أعتقد لديه رؤى ولديه خطة ممكن أن يتعامل بها فبالتالي رفع السيطرات هي حالة صحية يصار رسالة أمل ورسالة اطمئنان للمواطن العراقي على أن الحياة بالعراق آمنة وكذلك انعكاس الخارج اليوم خليجي 25 نجح بالعراق ورفع السيطرات وفتح الشوارع وفتح المنطقة الخضراء رسالة ثانية تصل إلى العالم الخارجي على أن العراق آمن رفع تلك السيطرات يعقبه قرر لعادة افتتاح أجزاء من المنطقة الخضراء أمام حركة المركبات المدنية في مؤشر اطمئنان لاستتباب الأمن والذهاب نحو حلول تنهي ملف الزحامات بالعاصمة على الحديد بغداد قناة الفلوجة في السياق نفسه حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول من شراء الأراضي على جانبي الطريق السريع الجديد الرابط بين سريع محمد القاسم ومنطقة اليوسفية وأكد رسول في بان الله أن تلك المناطق غير قانونية لافتاً الانتباه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومنتحلي صفة الملكية الذين يحاولون خداع المواطنين وابتزازهم أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري إطلاق الحصة الأولى من السلة الغذائية والطحين للعام 2023 اعتباراً من اليوم الأحد وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بان له أن شركات المواد الغذائية وتصنيع الحبوب وتجارة الحبوب أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لتأمين مواد السلة والحنطة لإطلاق الوجبة الأولى من السلة الغذائية والطحين للعام الحالي اعتباراً من اليوم الأحد ودع البيان وكلاء المواد الغذائية والطحين إلى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعد المحددة لكل مركز مع مراعاة أسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرة اقتصادياً سربت أوساط نيابية معلومات متضاربة بشأن مصير مسودة موازنة العام 2023 في وقت تراوح فيه مفاوضات وفود إقليم كردستان مكانها بخصوص حصة الإقليم منها وذكر نواب أن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجرى رساله إلى البرلمان بالتزام مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله غداً الاثنين لغرض مناقشتها وإقرارها فيما أكد نواب كرد عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتفاق بشأن حصة كردستان من الموازنة لافتين الانتباه إلى أنها ما تزال في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة وأوضحوا أن أسباب عدم جاهزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها بحاجة إلى إعداد فقرات منها حصة الإقليم والسعر الصرف وتخصيصات البنى التحتية لوح إقليم كردستان بالشكوى لدى المحكمة الاتحادية بسبب تلكئ حكومة المركز في تطبيق قرار تحويل قضاء حلبتشة في الإقليم إلى محافظة بالرغم من توقيع حكومة إقليم كردستان قرار تحويل مدينة حلبتشة إلى محافظة وتصديق برلمان للإقليم هذا القرار فإنه بقي معلقا دون تنفيذ من قبل الحكومة الاتحادية السابقة نتيجة ما مرت به البلاد من تظاهرات تشرين وجائحة كورونا هناك بوادر جيدة من قبل حكومة السيداني بتحويل محافظة حلبتشة وبتسمية الحلبتشة بمحافظة جديدة في العراق وأتصور هذا المطلب له شرعية وحالي أنه بعد أن تم الإقرار عليه في برلمان إقليم كردستان وتتصاعد المطالبات من جديد بتحويل قضاء حلبتشة إلى محافظة رابعة لإقليم كردستان والتاسعة عشرة للبلاد لما تمتلكه من مقومات تنموية فضلا على أنها مؤهلة للسكن والاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي البرلمان موافق ما عنده أي مشكلة المشكلة اللي صارت عندنا هي إكمال الإجراءات إكمال الإجراءات لازم يكونوا من وين؟ من وزارة التخطيط بالتعاون مع حكومة تقليم كردستان بس مجلس الوزراء شنو سووه وقف هذا الشي جمت هذا الشي اللي نحتاجه إحنا أنه نعيد تفعيل هذا الشي طبعاً السوداني شفنا تصريحها خلال قبل كم يوم قال أنه ما عنده أي مشكلة وراح يبلش بالإجراءات الحقيقية للتحويل القضاء إلى محافظة تلويحات برلمانية كردية بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم إقرار حلبت المحافظة العراقية التاسعة عشرة وفي حال اعتمادها ستقسم إدارياً إلى ثلاثة أقضية هي شهر زور وبنجوين وسيد صادق بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل محلياً شهدت بغداد العاصمة تنظيم ثلاث تظاهرات لموظفي العقود من بينها تظاهرة لمنتسبي المزارات في عموم البلاد أمام وزارة المالية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم خصوصاً أنهم يعملون بصفة عقد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ولم تنصفهم الحكومة هذا وتظاهر العشرات من موظفي مديريات التنفيذ بوزارة العدل في بغداد والمحافظات أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بصرف الحوافز الخاصة بهم حاملين لافتات تطالب بصرف الحوافز الخاصة بهم أما التظاهر الثالثة في بغداد فكانت لشريحة محاضري وإداري رصافة الثالثة 2020 أمام وزارة المالية هيئة الأنواء الجوية أعلنت حالة التقصي للأسبوع الحالي فيما توقعته طول أمطار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة في عموم البلاد وتساقط للثلوج في بعض المناطق الشمالية وذكر بيان للهيئة أن تقصى البلاد لأيام الاثنين والثلاثة سيشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق كما سيشهد خفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة في عموم البلاد فيما توقعت الأنواء أن تشهد المناطق الشمالية تساقطاً للثلوج خلال تلك الأيام ولفتت الانتباه إلى أن تقصى العراقي لأيام الأربعة والخميس سيكون صحواً مع ضباباً خفيف يزول تدريجياً فضلاً عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع انخفاض درجات الحرارة استيقظت ديالا على أزمة وقود أبيض فيما طالب برلمانيون وزارة النفط بإنصاف المحافظة قد تضطروا للوقوف بطوابير لعدة أيام أمام محطات تسويد الوقود للحصول على خمسين لتران فقط من النفط الأبيض هنا في ديالا يعاني الأهالي من أزمة وقود جديدة بسبب عدم وصول حصة المحافظة من وزارة النفط وتأتي هذه الأزمة مع انخفاض درجات الحرارة فيما حمل برلمانيون الحكومة المركزية مسؤولية عدم توفر النفط الأبيض في ديالا خصوصا في موسم الشتاء داعينا إلى ضرورة تجهيز المحطات بذلك المنتوج حتى لا تتكرر الأزمات التي تشهدها ديالا في كل موسم نحن نحمل حكومة التحادية في بغداد نقص المنتوج الأبيض النفط الأبيض بضرورة الإسراع بتجهيز المحطات النفطية بهذه المادة وأيضا نستثمر وجودنا اليوم لغرض نشر الضوء أو إلى وجود شحة كبيرة أيضا في مادة القاز أيضا فيما تشهد محافظة ديالا عمليات تهريب للنفط الأبيض خصوصا في المناطق الحدودية وهذا ما أكدته قيادة الشرطة من خلال ضبط بعض المركبات التي تستعد لتهريب النفط من قبل عصابات في ديالا تم القيام بعملية نوعية قبل أكثر من أسبوع تم القاء القبض على عصابة تقوم بتهريب هذه المنتجات في قضاء المقدادية الآن هم في مديرية الأمن الوطني ويجري التحقيق معهم ضمن كوادر محددة وتعمل ليلا ونهار من أجل توجيههم إلى القضاء وتشيروا الأحصائيات الأخيرة على أن ديالا في المرتبة الثانية بتهريب المشتقات النفطية مما قد يكون سببا بشحها في المحافظة وخصوصا في الأسواق المحلية من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة كتم هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها لحظ نقاط المباراة الثلاث منتخبنا الوطني يؤكد جاهزيته ضد الأخضر السعودي وكاساس يرفع شعار الفوز تخفيف الزخم المروري في بغداد أولوية السلطات تعيد فتح المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات ومن دون الاتفاق على حصة كردستان الحكومة تنجز موازنة العام الحالي وتعتزم إرسالها إلى البرلمان والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة دو تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي دمتون بعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر